بينما تدور مغازل الحل السياسي في سوريا على نفسها دون أن تنتج شيئا سوى الضجيج والصخب تعمل آلة الموت على إفناء السوريين في محافظة إدلب بأسلحة نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني جهات مختصة بتوثيق الجرائم كشفت عن الصورة القاتمة للوضع الإنساني في المناطق المدعات بأنها خفض للتصعيد شمال غربي سوريا حيث يحشر في تلك البقعة الصغيرة جغرافيا أكثر من أربعة ملايين مدني كثير منهم نازحون فريق منسقي استجابة سوريا وهيئات الدفاع المدني ومراكز توثيق جرائم الحرب كلها أجمعت على أن ما يحدث في إدلب ورفح ما إبادة جماعية وموت بطيء فهي إبادة جماعية بسبب القصف اليومي المتواصل بصواريخ النظام وحلفائه على المناطق السكنية والمراكز الحيوية مخلفة مئات القتلى والجرحى منذ نهاية شهر نيسان الماضي ويعتبر ما يحصل موتاً بطيئاً نظراً لنضوب قنوات الدعم الإغاثي وخروج أغلب مستشفيات المنطقة عن الخدمة وانعدام الرعاية الصحية ما يهدد السكان بالموت قصفاً وجوعاً ومرضاً ويزداد الوضع تعقيداً وسوءاً بسبب فشل تفعيل بنود اتفاق سوتيشي على الأرض إذ أن روسيا باعتبارها أحد أطراف هذا الاتفاق تخرقه بشكل علني عن طريق دعمها لقوات نظام الأسد التي تهاجم ريف إدلب الجنوبي كما أن الطائرات الروسية تلاها دور كبير في قصف المناطق السكنية ورسم ملامح الإبادة الجماعية الموقف الأممي مما يحصل في ريفي إدلب حما لا يتعدى المراقبة والإدانة والترقب لما ستؤول إليه الأوضاع كذلك الولايات المتحدة اكتفت بالتنديد والطلب بإيقاف الجرائم ضد المدنيين لكن مصالح الدول هي من توجه بوصلة ساستها للتحرك وليس المشهد الإنساني حتى بات مصير المدنيين مرهوناً للمجهول القادم وأمالهم معلقة على حل سياسي بعيد أو قريب ينهي هذه الحقبة السوداء